معي دلوقتي مدخلة مهمة من جانب آخر الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة التحاد المصري لكرة القدم يا كابتن عامر مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا والله يخليه كمان لسعيد أقصر أخبار حضرتك كله تمام كله تمام الحمد لله الأمور هادية الموسم ده شوف السؤال ده عام شوية الأمور هادية الموسم ده ولا الأمور متلقبطة برضو لا الحمد لله الأمور المعتادة الارتباطات كتير بس الأمور ماشية الحمد لله إزاي ما إحنا حاطين في الجدول هنا طيب بمئن الأمور ماشية زي ما إحنا حاطين في الجدول النادي لقائلها يتأجيله مباراة زد يوم الأربع اللي جاية عشان هيلعب مباراة شباب بولشداد يوم الجمعة وكاية المباراة المفؤول تتلاعب يوم السبت لو المباراة شي shedding يوم السبت يعني المباراة هة تقام عادي يوم الأربع مباراة زد آكيد طبعا إن إحنا المبايحة اللي هحن حاطينها وانا بعيتها للان دي حسن اللي بلعب في مصر بلعب على ثلاث يوم واللي بلعب في الخارج بلعب على الرابع يوم فالنادي الاهلي كمفهوز بلعب النهاردة هيجي يلعب للأربع ويلعب السبت في مصر يعني في القاهرة إنما تقديم المباراة يوم طبعا يبقى مش ماشي مع البيحة ما قدرش يلعب أربع وجو معا طيب إلا أنا هنا بقى عايز حالك السؤال معرفش ينفع ولا إداريا يعني هل أنت ممكن كمسؤول في اتحاد الكرة كمسؤول على المسابقات تطلب من نادي الاهلي تقول له والله عشان المسابقة بتاقي إنته تمشي بشكل طبيعي ودون تأجيرات عشان همش مستحملين تأجيرات إلعب مباراتك مع شباب بلس داديو من السبت هل ممكن تقترع حتى عليه دا هذا الأمر لا تحديد المواعيد دي اتحاد أفريكي ما عالاش علاقة بحد ما عضالش يا خاطب يعني بشغل على شغل اتحاد الأفريكي بس المفروض النادي الاهلي بيبعت يعني التحاد الأفريكي بيبعت مواعيد مقترحة بتبقى غالباً ثلاثة أيام والاهلي بيختار منهم لا دي في الأدوار الأولى ممكن إنما في دور المجموعات عشان البس والقناوات اللي واخد حقوق الشرطة الاتحاد الأفريكي مفهوم هم مفروض بيحددوا الأيام والتوقتات عشان يبعدوا كل المباراة عن بعض طيب حلاك أجلت المباراة الأهلي وأيضاً المباراة لبيرامدز المفروض يقاموا إمتى مع الجونة كان بيرامدز مع الجونة بزبط لأن بيرامدز عنده المباراةين خارج مصر فبالتالي مستحيل هيلعب على ربع يوم بين المباراةين من الأسبوع سبعة كيام فهو بيلعب المباراةين في الخارج برضو يوم اتنين من ثمانية فنس التوقيت فبالتالي الأمور صعبة برضو إن هو يلعب إنما في الجدل برضو حاط التوقيتات بعد بطولة أمم أفريكا للمؤجلات والكاس معصري موجودة هنسكنوا فيها إن شاء الله إن شاء الله كاس الرابطة اللي جاء إن شاء الله يا كابتن عامل المفروض يقام وقت كاس الأمم الأفريكية هل في أي اعتذارات ولا كل الفرق بتشارك لا إحنا بعتنا تأكيد طبعا إحنا كلنا وحطينا في الجدول من بزاية الموسم على إن الفترة دي حيتعمل فيها كاس الرابطة بالنزام اللي عملناها في الموسم قبل الماضي وقت أمم أفريكية برضو اللي هما الخمسة واربعين يوم فبس بعتنا تأكيد من ثلاث يام بخطابات الأمدية كلها وما فيش حد الغد لوقتي بعض إن هو حيعتذر أو مش هيشافك طيب أنا عايزة فهمه برضو يا كابتن عامل إنه كاس الرابطة كل موسم عن الموسم اللي قبله تزداد أهمية واللي زاد أهمية أكتر إنه مشاركة البطل في سوبر الأبطال وسمع تصريحات لحضرتك بتقول إنه اللي ما شاركش في هذه البطولة يحرم من مليون جنيه مكافئة الدوري هل مليون جنيه هي اللي توجع يعني هي للداية الأندية إنها ما تشاركش في هذه البطولة يعني هل ده عكوبة قوية جداً؟ لا أنا مش عايزة زيقهم لأن كاس الرابطة بتعامل زي كاس مصر وكاس مصر مش إكباري إنك إنت بيمكن دي معلومة حد شي يعرف ياريت إنت مش مجبر إن كاس مصر إنك إنت تشارك فيه إحلى بنبعت معاد للمشاركة في كاس مصر ونحط معاد نهائي اللي ما بيشاركش فيه وبيتحطش في القرع فبالتالي كاس مصر مش إكباري بيشارك فيه أندية من الدرجة الرابعة والتالتة والتانية والأولى وفيه ناس بتشارك فيه وفيه ناس ما بتشاركش فبالتالي معاملة كاس الرابطة بشيء باري زي كاس مصري آه يعني أنا اللوقتي أنا أوه ما رسمى المعلومة دي إنه هو المشكلة إنه هو الأوه بعد البطولة تبدأ بعد ما بيعمل القرع أو بعد البطولة بعد البطولة طب اللي يخش كاس الرابطة بيقول لك والله أنا ظروفي ما سمحتش بقى ومش عايز أكمل البطولة ده بتبقى العقوبة عليه إيه لا لا بياخد بقى مجلس إدارة الرابطة بياخد القرار آه بياخد المناسبة أو تبقى للحالة آه زي السوبر اللي اتعمل زي السوبر اللي اتعمل طيب يعني الزمالك لو ما كانش اعتذر قبلها وكانش فيه وقت إن إحنا نجيب نشارك نادي بديل مكانه المسر اللي فات كان الزمالك حيتوقف سنتين مش مش سنة واحد عظيم جدا طيب كلامة قال في الفترة الأخيرة أنه مباراة كاس مصر مباراة نهاية كاس مصر بين الأهلي والزمالك اللي مقرر ليها يوم 13 مارس فيه اقتراحات إنه يتم تقديم هذا الموعد هل هذا الكلام حقيقي؟ هل كان فيه اقتراحات بهذا الأمر؟ هل المباراة ممكن تتقدم موعدها؟ لا هي الموعد آآ يعني محكومة جدا لغاية أمم أفريقيا طبعا آآ كان دوت لو كان آآ فيه اقتراح إن لو تعملت خارج مصر آآ كان ممكن تعملت خارج مصر في وقت كاسوبة الأبطال؟ وكان الوقت المتاح الوحيد آآ بعد السوبر آآ بعد السوبر على طول يعني آآ طيب ما كان يعني الجولة الحضاش عظيم الاختراح ده ما كملش ليه لا لسه فيه اتفاق ما كانش فيه اتفاق نهاية يعني تتعامل في الخارج آآ بس يعني الاختراح ما زال قائم؟ الاختراح لا بس يعني الفرصة تعته ضعيفة جدا يعني ضعيلة جدا لأن بزل الارتباطات طبعا إن هذي الآية عنده الكاس العالم الأندية من اتناشر إلى اتنين وعشرين آآ وبعد كده حيلعب السوبر المحلي من خمسة وعشرين وتمانية وعشرين فالأمور ضيئة جدا مو صعبة يعني طيب هل ممكن في شهر مارس أيضا المباراة تقوم خارج مصر ولا خلاص لو قيمت في شهر مارس وتقوم في مصر؟ والله لو في عائد حييجي للآآ للأندية مم لأن طبعا حتة نخارج مصر إحنا في شريك معنا شركة الرعية شريك معنا شركة المتحدات مبتوح وهي اللي بتعمل آآ الاتفاقيات مع الدول اللي في الخارج مم فأكيد لما بتلاقي فيه آآ فايدة وعائد للآآ للأندية وللاتحات مم وللشركة مم هكيد بيتناقش الموضوع دوت مم وبناخد الأفضل للناس كلها مم طيب هل ينتهي الدوري في شهر يوليو اللي جاي ونا عايف دايما المكالمة دي بتبقى مع حضرتك وسط الموسب هل هينتهي الدوري في شهر يوليو اللي جاي ولا أنت مش حاس أنه هينتهي في شهر يوليو ممكن يتأخر أكثر من ذلك نعم إن شاء الله ينتهي في المعادل اللي لنا عليه شهر يوليو إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب آآ شيء آخر وهو اكتراح اصدافة مصر لمونديال الشباب الفين خمسة وعشرين هل خلنا خطوات جدية في هذا الأمر طبعا فيه تنسيق مع الوزارة والوزير أشرف صبحي بطر أشرف هل طبعا تبقى حاجة طبعا قيسة للمعصر إن هي تستضيف كاس العلم خاصة إحنا شوفنا كاس العلم اللي كان نهايته النهاردة مواريد 2006 عظيم كان ناجح جدا والناس بتتفرج عليه دلات العمار السنية الزغيالة بات أمور بيسواقوا نفسهم بطريقة غير طبعية ونظرت مباراة ألمانيا وفرنسا وشوفنا مالي كانت فرق على كل الأنبية المنتخبات الأوروبية عظيم البطولة الحقيقة البطولات دهت حتى بها مفيدة جدا لو جاءت مصر طبعا ومن مصلحة المنتخب بتاعنا حيث عندنا فرصة كبيرة ولاتمنى برضو من الوزير الدكتور عشر صبحي إن إحنا نقدم برضو على 2008 التصفير بتاعتها عشان الأمور بالنسبة لنا بتبقى أسهل وممكن نحب تسويين وممكن يرتع مع بعض الشغل والمجهود إن إحنا نطلع عائد حتى كمان مثل في النظر عن إن الإمكانيات والإنشاءات اللي موجودة دلوقتي والجديدة والكبار اللي تعملت كلها في مصر عندنا حيب عندنا من المتاح إن يجيلك عدد من الدول يشوف اللي حصل في مصر والتطور الكبير اللي موجود يعني هيبقى فيه مصلحة من كل الاتجاهات الحقيقة صحية سواء النواحة الفنية أو المادية أو التصوئية أو السياحة كل الأمور ديت حيبقى فيه مصلحة كبيرة وحضرتك عارف طبعا إن أي بطولة بتتم في بلد بيتعملوا حواليها إنشاءات وسيانة وتجديدات بتفتنا بعد كده في المدى البعيد كاريضة إن شاء الله طيب عايز سألت كمان عن فيتوريا واستعادتنا لي كأس الأهم الأفريقية هل طلب فيتوريا أي طلبات استثنائية؟ هل طلب تواقف مبكر لها الدوري؟ ولا الأمور فيها تعاون بينكم؟ ما فيهاش أي معاوقات؟ لا لحقيقة فيه تفاهم تمامي مع المستر فيتوريا وأنا كنت معاهم في العزباسة في الاتمارات وعادنا مدة طويلة وعارف إننا هنخلص يوم اتنين يعني بقدر الإمكان لو قدرنا نخلص يوم واحد بدل اتنين ما هيبدأ المواتح بس إنه ممكن التغيير التخيف إنه ممكن يحصل طيب حضرتك كنت سمعت لها قبل كده تصريحات تنتقد فيها بطولة الدول الأفريقية وإنها أرهاقة اللاعبين ومن المفترض إن الموسم اللي جاي كمان هيبقى فيه توسع أكتر في بطولة الدول الأفريقية وعادة فرق أكبر هل ممكن اتحاد الكرة يشترط على الأندية المشاركة في بطولة أفريقية واحدة الموسم اللي جاي؟ ولا ما تقدرش تدخل في هذا الأمر كاتحاد كرة؟ يعني من غير ما نتدخل إحنا كالتحال إحنا عندنا الشرط دوت إن إحنا اللي بيشارك في أفريقيا ما بيشاركش عربي تمام في بطولتين دي موجودة في قرار مجلس إدارة بالموضوع دوت إنما إنك الصبر الأفريقي بتترشح له كبطل أو في التصنيف من الأوائل الموجود في أفريقيا فبالتالي ما تدخلش إنت تدخل في الحالة ديت إنما أنا أوضح بعد التجربة اللي حاصرت في البطولة ديت أكيد الأندية النفسها هتفكر مئة مرة في المشاركة لأن ناس كتير حاست إن في ضرر كتير عاد عليها من المشاركة ديت خاصة إنت حضرتك شوفت إن الموسم دوت كان فيه عدم توفيق في المعادة الحقيقة أنا ما عابش زرفهم إن هم يصمموا تعمل الموسم دوت لأن الموسم دوت كان فيه السوبر كانت الأهل والتحاد العاصمة وتغير معادة ثلاث مرات وعاكل عندنا أجندتين للمنتخب الوطني حم وعندنا عندنا كاس العلم الأندية وعندنا أمو أفريقيا خمسة واربين يوم بعدين عندنا أجندة تانية للمنتخب ثمانة يام في شهر ثلاثة أجندة في شهر 6 غير الاتنين اللي فاتوا في شهر 6 اللي هي بوركين أفاس وغينيا موراتين في شهر 6 وفي أولمبياد في شهر 7 يعني مفعش في المنسم اللي فيه كل الأحداث ديات إن أنا بأخذ بطولة جديدة صحيح وعبطا كان لازم يبقى الاختيار في المنسم ما فيهوش أمم أفريقيا لفيه خمسة أربعين يوم صحيح يعني كما تاخذ خمسة أربعين يوم صحيح متاخد 22 يوم أو 21 يوم بطولة جديدة غير مشاركة الأربعين ديال عندنا في المطولة الأبطال الدوري والكونفدرالية يعني كل الارتباطات دي صعبة جدا يبقى موسم واحد صحيح وبرضه مش اتحاد الأفريكي الواحد الحقيقة كل الاتحادات والاتحاد الدولي مزود عدد الإفنتات عشان خاطر الأمور المادية كتير جدا إنما ميبصوش من ناحية اللعيبة للناحية الفنية صحيح ولو عملته إحصائية كده ويبقى موضوع برضو من البنمك بتاع حضرتك مم شوف عدد الإصابات اللي حصل مش عندنا في العالم كله في الفترة اللي فاتت ديات مصبوط هتلاقي لعبات كبيرة جدا صحيح صحيح عدد مباريات كثيفة جدا وتقريبا كل الفرق أو معظم الفرق والمنتخبات بتلعب في توقيتات قريبة جدا وده شي مرهك والعالم كله بيشتكي من هذا الأمر مش بس إحنا هنا في مصر وفكار بتشتكي مش حاجة كلها لا فلوس انت بتعمل الفلوس عشان آآ تدال الأندية طب الأندية بتتضر والدان فزيات والإصابات اللعيب بكم مليون والملايين كتيرة دفع في اللعيب بعدين يجيله إصابة من ثلاث شهور لو ممكن فيه ناس بتقضي عشر شهور لو رباس طبيبي طب انت بتخسر قدامها حاجات كتير جدا صحيح بتخسر المواطعة بتاعت الجمهور صحيح ان اللعيب كل ما هيبقى مرتاح هيبقى حيمتعك فنيا فيمتع الجمهور أكتر يعني انت تحسب من كل الجمالية بش الموضوع مادي فقط لأن حجم الإصالات اللي احنا شايفينه الحقيقة رغم أن حتى بتقع أوروبا هم أريح مننا في أفريقيا والنسبة للمسافات وقودة الملاعب والانتقالات الحاجات دي كلها برضو هم عندهم إصابات كتير جدا صحيح صحيح حتى كسر العنا من أندية المادي اللي بيجي في أوروبا بيلعب أربع تيام يلعب ماتشين إنما الأندية زي الأهل كسر العنا من أندية اللي فات لعب أربع مباريات لعب من أول التمهيد صحيح فكل الأمور دي لابت عمل تتحطي في الحزبان مظبوط ونتمنى إن شاء الله إن اقتعاد الأمور يعني لإن حرام كده اللي بيحصل في الحقيقة في الله في زل كم الارتباطات الموجودة في أوقات بيئة جدا مظلوط فده كان كلامي على موضوع الصبر للأفريقي وبرضو ناحية تانية كان لازم نتعامل بشكل مختلف عامل موجود في أبطال الدوري لإن التمن أندية اللي لعبوا هم 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 اللي هيلعبوا في أبطال الدوري وخمسة صحيحين في مية هم 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 اللي حيوصلوا الأدوار اللي بعد كده من أول دوري التمانية ها تقصد بطولة الدوري الأفريقي تبقى فيها فرق مختلفة عن الفرق الموجودة دورها لا تبقى على الأقل دورة مجمعة تبقى حتة مجمعة يعني لها شكل مختلف ما هو عازل كده كده الأندية كبيرة عازل الأندية كبيرة عشان يقدر يسواها لدفع فرس كتير صحيح فإن عندها مقامة مفيش مشكلة أن هياخد نفس الأندية صحيح بشكل المسابقة بتبقاش زيها زي أبطال الدوري لو أن ذاهبوا العودة لا ما أنت برضو يا كابتن عامل فاهم كويس أنه لو عملها بشكل دورة مجمعة عادل مباراة هيقل فالبس هيقل فإعلاناتها تقل في دول مختلف يعني ليها تفاصيل برضو تسويية أقلب كتير من فكرة أن أنت آآ تشتغل بها رايح جاي زي ما هو عمل يعني وإن كان وإن كانك تراحق طبعا هو الأصحة ككورة وكإرهاق وكل شيء بس بس هو بيبس أنا ألعب ست مباريات هكسم ست مباريات في عشرين يوم صحيح فيهم ثلاث سافريات وأنا باعتبرهم شثلاث سافريات صعب طب صعب لأن ما أعتبرهم ست سافريات في الوقت البيئ لأن أنا بسافر ألعب وبعدين بارجع أسافر ألعب بعد ثلاث أيام يعني ما أعتبر كل ست مباريات وهو على صفر صحيح صحيح بالثلاثة بس صحيح طب كابتن يعني الأمور أه تفضل تفضل كابتن عامر ويقول لأن الأمور لازم يعني تتدارس آآ بشكل أفضل بشكل أفضل صحيح بدليل أن الاتحاد العربية مرضاش ينفذ البطولة دي صحيح بس برونتينو برئيس رئيس رئيس المدريد ماسك فيها وهينفذها في الآخر يعني غالبا طيب كابتن عامر السنة اللي فاتت كان معنا مداخلة هنا وخدمتنا انت خدمة كبيرة جدا جدا في تصبيت مواعيد المباريات مع مباريات كاس العالم النهاردة اليورو الكرة بتاعة يورو الفين أربعة وعشرين تلعت النهاردة ومواعيد المباريات فلو سبحتها كابتن عامر محتاجين مباريات الدولة ما تخشش مع مباريات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والكلام ده هنقدر نضبط ده من دلوقتي؟ يعني هو أنا بطلبها منك طلب مهني وشخصي وكل شيء لا أنا 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 باتكلم أنه طبعا إحنا بيعايزين نتابع مباريات الدولة المصر بس يهمنا كمان نفرج على المباريات دي بكل تأكيد أه هو الحقيقة أنا بعمل الموضوع ده أول حتى في أمم أفريكا وكاسر ربطة صحيح بدأت أجيب المباريات المهمة كمان أمم أفريكا غير مبارياتنا كمان عشان أقدر حط مباريات كاسر ربطة فيها صحيح رغم أن الناس كان بتنقضنا بجيء إحنا ما عندناش مواعيد سبتة وعندناش وعندناش رغم أنه بعمله دوت بعمله عشان الناس تتمتع عشان من الناس اللي تدفع فلوس التسويق وفي النقل والبس الحاجات دي كلها رزاب أمور كتيرة بضطة بتحمد الكلام الحقيقة الكتير صحيح إنما طبعا بقدر الإمكان لنجاح البطولة بتاعتنا والمطهة الجماهير بقدر الإمكان حنقدر نتصرف في الموضوع ده طبعا إن شاء الله إن شاء الله الموعد نزلت النهارة كابتن عامر بقى وبص عليها أنا بشكرك شكرا جزيناك كابتن عامر حسين عبد المجلس إداري التحاد الكرة المصر رئيس لجنة المسابقات